أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العقب مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدوك ولي يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رطيا يا زكريا إنا نبشرك بغنى من اسمه يحيا لما جعل له منها قبل سبيا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آيا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالها سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو عليها ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جثع النخلا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكانت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا وأهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا أكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحبان صغما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كوا فيكون وإن الله ربي وربكم فابدوه وإن الله ربي وربكم فابدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شده يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون لنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا آل إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجم أمك وهجرني بليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفظيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا مبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيام إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا ما كانت قيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوى ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما نقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن لديا وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما نوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأطعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتينها له وولدها أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرده ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا منها هادون الله آلهة ليكونه غنهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن وندا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتعادر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد و تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر